معنا أيضا على تليفون الكاتب الصحف الكبير أستاذ مصطفى باكري عضو مجلس النواب أهلا بيك أستاذ مصطفى أهلا بيك أهلا بيك أستاذ مصطفى إزاي صحة حضرتك كله كويس أخبر الله أتندي من حمد الله بخصوص جلسة بكرة أستاذ مصطفى وحضور الدكتور مصطفى مدبولي ممكن احنا كنا الوقت بنتكلم أكيد حواتك سمعت جانب من المكالمة مع النقب ضياء داود وإنه هناك تخوفات لدى ضياء هناك تخوفات لدى الكثير من النواب وقال لنا إحنا محتاجين كأعضاء مجلس نواب أن إحنا نسمع بوضوح من رئيس الحكومة رأي حضرتك إيه وشايف بكرة يتم يمشي السيد سيسي بدعني أقول أن المخاوف ليس قاصرة على النواب الدولة المصرية أيضا لديها قلق شديد عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما أدرك بالفعل أن هناك مخطط جاد لتهجير الفلسطينيين إلى شمال سيناء وقال أن حدود مصر خط أحمر ولن نسمح بتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية على عساب الأطراف الأخرى كان ذلك موقفا واضحا منذ البداية وأعتقد أن لقاء الغد سيدور حول سلاسة غاية مهمة المحور الأول هو الموقف المصري الحالي مما يجرى في غد المحور الثاني هو مخاطر مخطط التهجير المحور الثالث هو الإجراءات والآليات لمواجهة هذا المخطط نحن عارفين أن المخطط يبدأ بالطرد التهجير التوطين هذا هو ما يحدث الآن في الأرض المحتلة أذكر بأن هذا المخطط كان مطروحا في عام 51 وكان هذا المخطط يستهدف توطين عشرات الآلاف من الفلسطينيين في شمال سيناء ثم جاء المخطط بشكل أوسع في عام 55 في مشاركة الولايات المتحدة والأمم المتحدة والأونروا كان الهدف في هذا الوقت أيضا توطين الفلسطينيين ولكن حدثت انتفاضة في مارس 55 في الداخل الفلسطيني أجبرت الجميع على المواصف عبد الناصر واضحا من هذا الحقيقة اللي بتحصل من هذا هو تحصيل حاصل بمعنى أن وزارة واستخبارات الإسرائيلية فتت لتوطين الفلسطينيين وهي وزارة حكومية اتنين وزير المالية الإسرائيلي تحدث ورد عليه وزير خارجية المصري بعنف وبقوة المخطط موجود لكن المشكلة الحقيقة الآن هو ماذا إذا ما تم الدفع بالفلسطينيين الحدود المصرية هذا هو ما يقلقنا النهاردة بيتدرب في خان يونس خان يونس بيننا وبينهم عشرة كيلو مت فحيضربوا خان يونس اضربوا رفح ويتدعوا الناس إلى التهجير لأحنا النهار بكرة يعني سيد رئيسه يقول له ماذا فعلت ما هي آليات المواجهة المسبقة بمعنى أن احنا كنا في المنطقة الغربية مع سيدة الرئيس لما قال سيرت والجفرة خط أحمر صحيح لا يستطع أحد لأنه ده يمسل الأمن القومي ما يحدث الآن أيضا يمسل الأمن القومي فلابد أن يكون هنا خط أحمر في جنوب غزة لا يسمح لأحد بأي حال من الأحوال أن يصل إلى الحدود لأن إسرائيل عايزة صف القضية على حساب مصر وعلى حساب الأردن وإذا نجحت في غزة ثاني يوم سيتنفذ في الضفة الغربية فالقضية هي دفاع عن الأمن القومي العربي أولا ودفاع عن القضية الفلسطينية ودفاع عن مصر وحدودها الأساسية ترجمة نانسي قنقر